موسيقى يعطيكم العافية عاشر بتمنى انكم تكونوا باعتم الصحة والعافية اليوم انا اياكم اننا نبلش في بداية كتابنا كتاب الاحياء واللي رح نتحدث فيه عن العديد من المجالات فيما يخص الاحياء وحقيقة درسنا ببلش بدرس المجاهر وهون انا اياكم بالضرورة نستذكر العالم المسلم الحسن بن الهيثم اللي اكتشف العدسات المحدبة او اللي كان يستخدم هاي العدسات المحدبة ليكبر الاشياء حقيقة تم التطور بعد ذلك واجعلنا العالم لوفين هوك اللي اخترع المجهر ومن خلاله تم تكبير الاشياء والتطرق لاجزائها تم بعد ذلك تطور هاي المجاهر وصلنا للمجاهر اللي الان موجودة اللي هي المجاهر الالكترونية الحديثة اللي بتعطينا دقة عالية في رؤية الاشياء اكيد كلياتكم عرفتوا اذا درسنا يا عاشر اللي رح يتطرق للمجاهر وانواعها وبالتالي اهدافنا هي ان نعرف ايش يعني المجهر ان نعرف ايش يعني مقدار التمييز ان نوضح وظائف اجزاء المجهر وان ننبين كيف نوجد قوة التكبير في المجاهر ونهاية ان ننقارن بين المجاهر المختلفة وايش هي استخداماتهم نسأل سؤال انا وياكم الان يا عاشر انه ايش هي اهمية المجهر لو اجينا انا وياكم نعرف المجهر يا عاشر نحكي المجهر هو اداة لتكبير الاجسام التي لا نستطيع ان نراها بالعين المجردة في بعض الاجسام والكائنات في الحياة ما منقدر نشوفها بعيننا زي مثلا البكتيريا الفيروس الخلايا الدقيقة وبالتالي بالضرورة ان نلجأ لهاي الاداة هاي الاداة طبعا افرقت كثير في العلوم المختلفة فهي عملت قفزة نوعية في علم الاحياء والطب والفيزياء اذا بالضرورة انا وياكم نتعرف على المجهر وبالتالي احنا اليوم جبنا لكم احد انواع المجاهر طبعا احنا المجاهر رح نتحدث فيها اليوم مثلا المجاهر الضوئية هنحكي عن مجهر نسميه المجهر المركب اللي انتوا شايفينه امامكم هنحكي عن مجهر بنسميه المجهر التشريحي رح نعرضه في نهاية الحصة زائد انه في النهاية حنتحدث انا وياكم عن انواع المجاهر الالكترونية وبما انه انا وياكم بلشنا في الحديث عن المجهر المجهر اللي امامنا الان يا عاشر هو المجهر المركب لو حبينا انا وياكم نتعرف على اجزاؤه زي ما انتوا انتبهتوا انا مسكتوا من منطقة الذراع هاي المنطقة بنسميها الذراع ووضعت ايدي التانية تحت القاعدة هاي الطريقة الصحيحة لحتى ان انا وياكم نمسك المجهر اذا بمسكوا من الذراع وبحط ايدي تحت القاعدة كل يدكم شايفينه في عنا هون انبوبة هاي الانبوبة فياتها اول عدسة اللي نتعرف عليها اللي بنسميها العدسة العينية العدسة العينية سميت بهذا الاسم لاني انا بدي احط عيني من خلالها واتفرج على العينة اذا انا وياكم دققنا في هاي العدسة طبعا عدسات هذا المجهر تكون زجاجية يعني مصنوعة من الزجاج وفعليا اذا تبعنا على هاي العدسة بنلاحظ انه في مكتوب عليها رقم هذا الرقم مثلا في العدسة اللي بين ايدي مثلا هو رقم 15x معنى هاي الـ x انه قوة التكبير وبالتالي هو بيكبر لحد 15x هاي العدسة العينية اللي امامنا مثلا الان زي ما انتوا شايفين في عنا كمان هون قرص عم بلف بنسميه القرص الدوار فياته العديد من العدسات ايضا وبتختلف في طولها في عنا عدسة قصيرة وبعدين في واحدة اطول ايش معناهم هدول العدسات هدول العدسات بنسميهم يا عاشر العدسات الشيئية وكمان بيكون في مكتوب عليهم رقم مع اكس يعني اقصر واحدة بتكون مكتوب عليها 4x بعدين ممكن تيجي اللي بعدها 10x ممكن اللي بعدها 100x وهكذا في منهم عدسة بنسميها العدسة الزيتية وسبب تسميتها بالعدسة الزيتية انه نحن بنستخدم فيها زيت بنسميه زيت السدر طبعا وهذا بيكون بهدف انه نتفرج على عينة مثلا بكتيريا ونكبرها بدرجة مثلا منية تكبير اذا لحد هلأ يا عاشر انا وياكم اتحدثنا عن الذراع حكينا عن العدسة العينية واتطرقنا لا ايش يعني قوة تكبير فزي ما انتو شفتوا فيه انه هون تكبير على العدسة العينية وفيه قيم كمان تكبير على العدسات الشيئية الان اللي امامكم هاي اللي هي لونها اسود زي ما انتو شايفينها مثل المندضة هي فعلا اسمها المندضة والسبب في التسمية انه بنوضع عليها الشريحة طبعا زي ما انتو شايفين انا الان واضع شريحة على هاي المندضة الشريحة اللي امامكم هاي منطلق عليها اسم شريحة خليني اطرقلها شوي فيه عندنا هون علبة شرائح زي ما انتو شايفين يا عاشر الشرائح زي ما انتو شايفين هي بتكون اهميتها انه بدنا نوضع عليها العينة الشرائح زي ما انتو شايفينها بتكون رقيقة جدا زجاجية رقيقة جدا والجهاز اللي بستخدمه لتقطيع هاي الشرائح من سمي جهاز المايكروتون نحنا بدنا نحط العينة على هاي الشريحة وبدنا نثبتها ففي عنا كمان اغطية هون مربعة بلاستيكية بتكون بهدف تثبيت العينة على الشريحة تمام نحنا رح نحط هاي الشريحة على المنددة زي ما انتم شايفين لحتى اننا نتفرج عليها من خلال العدسة العينية وبمعونة اللي هي قوة تكبير اللي موجودة في العدسات الشيئية كمان اذا تفرجنا انا وياكم على المجهر بنلاحظ انه في عنا هون عجلين كبار هدول بنسميهم الضابطان الكبيران هدول الضابطان الكبيران وفي عنا كمان الضابطان الصغيران بيكونوا بهدف توضيح الرؤية يعني بدنا نقرب مسافة الشريحة للعدسات اللي موجودة عندي او نبعدها وايضا الضوابط الصغيرة بعد ما اني اقربت المسافات بالضوابط الكبيرة برجع كمان بضبط الرؤية بشكل اوضح بهاي الضوابط الصغيرة يعني هي بنتحكم فيها في المسافات لحتى اننا نشوف العينة بشكل اوضح المجهر المركب حقيقة بنستخدم فيه الضوء وبالتالي هون بيكون في عنا مصدر للضوء حنستخدم مثلا الكهرباء زي ما انتوا شايفين فهون بدي يكون في عنا مصدر للضوء انا بتحكم في كمية الضوء اللي رح تفوت لهذا المجهر من خلال جزء موجود في الاسفل هذا الجزء بنطلق عليه اسم الحجاب الحدقي فاذا بتكون اهميته التحكم في كمية الضوء المرة للعينة تمام في عنا كمان المكثف لحتى انكثف كمية الضوء الداخلة للعينة هيك بكون انا وياكم اتطرقنا لاجزاء المجهر حكينا عن العدسة العينية العدسات الشيئية حكينا عن الضابطان الكبيران والضابطان الصغيران تعرفنا انا وياكم على المنددة اللي بنحط عليها الشريحة وحكينا شوي عن الشرائح وجهاز المايكروتوم المسؤول عن تقطيع الشرائح وكيف بنوضع العينة على هاي الشريحة وكيف بنثبتها كمان حكينا انا وياكم عن مصدر الضوء وكيف انا بتحكم في كمية الضوء المرة من العينة هذا فيما يخص المجهر المركب اذا نوع العدسات فيها 1 دقية 10 هي عدسات زجاجية ومصدر الضوء اللي هو هون الكهربائي بالضرورة ان ننوه انا وياكم كمان انه في عنا نوع اخر من المجاهر الضوئية اللي هي المجاهر التشريحية المجهر التشريحي بنستخدمه في العمليات المتعلقة بالعين او لما نعمل تشريح لكائن معين والمجهر التشريحي بنوضع العينة مباشرة على المنددة الان انا وياكم نسأل سؤال ايش يعني قوة التمييز في بداية الشرح انا وياكم حكينا بنعرف المجهر انا عرفتكم الان على المجهر حكينا عن اجزاء المجهر ووظائفهم طب ايش يعني قوة التمييز الان في بداية الحصة انا وياكم حكينا انه تم تطور المجاهر بطريقة كبيرة جدا واصبحت المجاهر الان اكثر حداثة من المجهر اللي انا فرجيتكم يا صار في عنا مجهر اسمه الالكتروني طب ايش يعني قوة التمييز هو اقصر مسافة منستطيع اننا نميز من خلالها بين نقطتين خلينا انا وياكم نتفرج على هاي الشريحة معرفين في هاي الشريحة ايش يعني قوة التمييز هي اقصر مسافة ممكن اننا احنا من خلال نقطتين اننا نميز بينهم يعني بدي احطهم نقطة الف وبا اقصر مسافة بيستطيع المجهر انه يفرجيني العينة من خلالها وبتكون الصورة واضحة بتكون قوة التمييز للمجهر هذا فمثلا المجهر المركب قوة التمييز فيه هي 2 بالعشرة مايكروميتر ايش معنى الحديث يعني لو انا زغرت اكتر من 2 بالعشرة مايكروميتر ما بعود شاي في الصورة بطريقة واضحة هاي معناها قوة التمييز اكيد انتبهتوا انه المجهر الالكتروني قوة التمييز فيه 3 في 10 قوة سالب 4 على 1 في 10 قوة سالب 5 مايكروميتر هذا معناه انه بيعطينا قوة التمييز عالية جدا جدا يعني وضوح للرؤية ووضوح للصورة بطريقة عالية جدا حقيقة يا عاشر قوة التمييز تقابل في كاميرات التليفونات تابعونا اللي هي الميجابيكسل نحن بنحكي ميجابيكسل يعني هي عدد البيانات اللي تلتقطها كاميرا التليفونات يعني وضوح الرؤية وهي تقابل قوة التمييز في المجاهر اذا انتبهنا انا وياكم انه قوة التمييز في المجاهر الالكترونية بتكون عالية وادق من المجاهر المركبة الآن أنا وياكم وأنا عم بشرح في أجزاء المجهر حكينا أنه العدسة العينية في عليها قيمة عددية مثلاً عشرة X إنها بتكبر بمقدار عشر مرات هاي سميتها قوة تكبير العدسة العينية وبس حكيت العدسات الشيئية حكيت إنه في عليهم كمان قوة تكبير طيب نسأل هلأ سؤال كيف نجد مقدار التكبير في المجهر المركب؟ خلي أنا وياكم نتفرج على هذا القانون هذا القانون بيحكي إنه مقدار التكبير في المجهر المركب هو مقدار التكبير في العدسة العينية ضرب مقدار التكبير في العدسة الشيئية الآن حطينا لكم العدسات الشيئية اللي شفتوهم على القرص الدوار لاحظوا بتكون أصغر عدسة اللي هي 4X 10X اللي بعدها 40X اللي بعدها وفي عندنا 100X اللي هي العدسة الزيتية اللي اتفقنا أنا وياكم إنه نضع فيها نقطة Z لحتى إنه مثلاً نتفرج على عينة بكتيريا طيب خلينا أنا وياكم نحط مثال مثلا أنا بدي أوجد قوة تكبير في مجهر بتكون مقدار تكبير العدسة العينية مثلا معطينيها 10x وخلينا أنا وياكم نفترض إني أنا استخدمت عندي العدسة اللي هي موجودة 40x اللي هي العدسة الشيئية هاي فبدي أوجد مقدار التكبير في المجهر كامل فبدرب العشرة في العدسة العينية بال40 اللي هي العدسة الشيئية اللي أنا استخدمتها فعشرة في 40 فبتطلع عندي قيمة التكبير كاملة 400 مرة هذا فيما يخص إيجاد قوة التكبير في المجهر بشكل كامل الآن أنا وإياكم منعيد أنه إيش هي أنواع المجاهر الضوئية؟ المجهر اللي عرفتكم عليه في بداية الحصة اللي هو المجهر المركب، العدس العينية، الذراع تعرفنا على العدسات الشيئية حكينا عن الضابطان الكبيران والصغيران، المندضاء والقاعدة والمصدر الضوئي وحكينا في عنا مجهر آخر اللي هو المجهر التشريحي اللي يستخدم في العمليات الجراحية زي عمليات العين الآن بتبقى أنا وإياكم نتحدث إيش هي أنواع المجاهر الإلكترونية؟ المجاهر الإلكترونية هي أحدث المجاهر وبتكون حجمها كتير كبير في عنا نوعين من المجاهر الإلكترونية في عنا مجهر إلكتروني ماسح وهذا بيفرجينا العين بأبعادها الثلاثية يعني بيفرجينا العينات بكل جوانبها وما بيفرجينا العينات وهي حية وهذا بيستخدم مثلا لمشاهدة الـ DNA أو حتى حبوب اللقاح لحتى أنه نصنفها أما النوع الثاني من المجاهر الإلكترونية فهو المجهر الإلكتروني النافذ وهذا حقيقة بفرجينا العينة أو الخلايا بينفذ لأجزاءها الداخلية وبفرجينيها طرح لنا سؤال الآن برأيكم من خلال هذا الشكل أي الصورتين تم التقاطها بالمجهر الإلكتروني النافذ وأيها بالمجهر الإلكتروني الماسح اتفقنا المجهر الإلكتروني الماسح اللي بفرجينا العينة بأبعادها الثلاثية فزي ما أنتوا شايفين هون بتكون العينة بأبعادها الثلاثية ومن كل جوانبها فهذا بدي يكون بالماسح أما العين اللي على جنب لحبة اللقاح طبعا هاي العينة منلاحظ أنه نفذ للتركيب الدقيق للخلية فهذا هو المجهر الإلكتروني النافذ قبل ما أنا وياكم نتطرق للمهمة منحكي أنه درسنا اليوم يا عاشر كان بالحديث عن المجاهر تحدثنا عن أجزاء المجهر وفرجناكم مجهر مركب وتحدثنا عن وظائفهم حكينا إيش يعني قوة التمييز واتعرفنا على قانون قوة التكبير وأنهينا أنا وياكم بأنواع المجاهر الإلكترونية المهمة اللي مطلوبة منكم يا عاشر إنكم اتحلوا هذا السؤال استخدم طالب مقدار تكبير 400X في فحص عينة ما إذا علمت أن مقدار تكبير العدسة العينية 10X فجد مقدار تكبير العدسة الشيئية التي استخدمها الطالب أثناء فحص العينة الآن أنا وياكم نحكي يا عاشر بعد ما تعرفنا على المجاهر أكيد هاي المجاهر استخدموها لرؤية الخلايا اللي موجودة في الجسم وهاي رح تكون درسنا للمرة الجاي في المرة جاءنا وياكم منا نفوت على الخلية ونتحدث عن أجزائها ونقارن بين أنواع الخلايا المختلفة بتمنى إنكم تكونوا فهمتوا درسي اليوم نشوفكم على خير ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر